أحبتي إخوتي وخواتي سأعمد إلى مغزى هذه القطبة وغايتها من أقصر الطريق فأقول بغير تردد وبغير تحرج لا شك أن جيلنا أعني جيل الآباء والأمهات لا أقول في هذه الديار وإنما في هذا العصر سواء كان المعنيون في ديار الغرب أم في ديار الإسلام يلحظون بألم وحزن ورثاء فجوة مغلقة في مسالك وأخلاق وقيم الجيل الجديد لابد أن نكون واضحين مع هذه الحقيقة هذا الجيل الذي تضاعفت بسب الطلاق في زيجاته بشكل مذهل هذا الجيل الذي لا يكاد تقريباً يعرف معنى توقير الكبير معنى الوفاء للأب للأم حتى للصديق حتى للصديق علاقاتهم ضعيفة علاقاتهم شبه وقتية ولست أعجب لا أريد طبعاً أن أمعن في وصف هذا الجيل حتى لا أجرح أبناءنا هم أبناءنا في نهاية المطاف وبناتنا وكما قلت نحن نتكلم محزونون نحن نتكلم ونحن محزونون في حالة الثاء وفي حالة قلق ينبغي أن لا نعجب لهذه الحالة لأن هذا الجيل في عصر العولمة وفي عصر الفضاءات المفتوحة يستمد قيمه ومثله وقداه وأسوته من هذا الفضاء المفتوح ممن يسمون بالمشاهير أو بالنجوم في المجالات المختلفة التي تعرفونها ولا تخفى عليكم ولذلك أيها الإخوة والأخوات يأتي في صدارة وفي رأس قائمة أسباب العلاج والتوجيه والتنبيه والإيقاظ والترميم أن نقدم لهم بطريقة معجبة تبلغ منهم مقنعاً وتلمس من قلوبهم الشغاف أن نقدم لهم الأسوى الأكمل والمثل الأعظم سيد الكمال وملك الجمال عليه الصلاة وأفضل السلام ليس بالطريقة التي اعتاد كثير منها كثير من الوعاظ والمؤدبين والمعلمين والدعاء على تقديمها لابد أيها الإخوة أن نعيد النظر وأن نغلغ له مجدداً في جملة وتفاصيل الآثار التي تخبر عن هذه الشخصية الأعظم عن النبي الخاتم عليه الصلاة وأفضل السلام عَمَّنْ أَقْسَمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعِظَمِ خُلُقِهِ وَإِنَّكَ الْوَا وَالْقَسَمُ وَإِنَّكَ لَعَلَى اللَّام مُوطِّئَ الْقَسَمُ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٌ شهادة من رجل فاضل يعتز بها الإنسان ويُطرِّزها أيها الإخوة بماء الذهب فكيف حين تأتي الشهادة من رب العالمين لا إله 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 من رب العالمين ويُقسم بجلاله لا إله 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 أَنَّ نَبِيَّهُ وَحَبِيبَهُ وَخَلِيلَهُ وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ لَعَلَى خُلُقْ عَظِيمٌ عظيمٌ كان يمكن أن يقول كريم قال عظيم هناك عظمة هناك جلال في هذه الشخصية العظيمة لكن لماذا لا تنعكس بالله هذه العظمة وذاكم الجلال في مسارك المسلمين اليوم في مناهج المربين في أخلاق أولادنا وبناتنا إذن تم التقصير لأولى أن أقول مجرم لكن التقصير أيها الإخوة غير مغتفر غير مغفور في استلهام هذه الشخصية الأعظم صلوات ربي وتسليماته عليه مرة أخرى سيد الكمال وملك الجمال إنجاز وصبه بهذا وهو أعلى من هذا بكثير روحي وأرواح العالمين له الفدا صلواته ربي وتسليماته عليه عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه في كل لمحة وحين إلى أبد الآبدين ودهر الظاهرين ترجمة نانسي قنقر